تخيلوا وش سرع يعني هي معروفة خطور جوية الجزائرية دايما تتأخر لكن الإصارات اليوم في وهران الطائرة اللي كانت رايحة من وهران يعني هذه في جمهوريات الموز هذوك اللي يعني هذوك الجزر الصغيرة لتعالكارعيب ما تصراش الطائرة اللي كانت رايحة من وهران لعنابة وكان المفروض تروح الوحدة وعشرين دقيقة راحت على العشرة على السبح ثلاث سوائع قبل الوقت هل يعقل أن الطائرة تروح قبل الوقت؟ وقبل الوقت بتلاث ساعات؟ أي نعم صرات اليوم هذه في وهران وقال لك غضب كثير كبير غضب بتاع الناس واللي ما فهموش كيفاش الطائرة تروح قبل الوقت وقال للناس عطينهم تليفوناتهم وعطينهم بشي إذا فيه تغيير ولا حاجة الناس مفروض ينتظروا التأخير يعني قال تأخروا الساعة الساعة ساعتين ممكن لا لا راحت قبل الوقت ثلاث سواء قبل الوقت والله القلب يحب ينفجر القلب ينفجر من هذا من هذه الأشياء اللي إنساني يتعامل معها أراني حمد ربي أني ما جاتنيش لا ديبريم ما جاتنيش لا ديبريسيون ما جاتنيش كآبة شديدة وأنا كين عود متابع في أخبارهم الحد الآن أني نقول الحمد لله بعد هذه السبعة وشرين سنة ما زلت لم أصاب بكآبة شديدة مرات تتمر علينا مرحلة وأن يكون الإنسان عنده نوع من السترس لكن الحمد لله أنه استرس جاي من ضغط الجهد العمل إلى آخره وموش جاي من كآبة شديدة المفروض يصاب بها الإنسان وهو يقرأ في هذه الكوارث التي لا تتوقف لا تتوقف فالله ملك الحمد لك النعمة أنه ما زل الإنسان صحته وما زل قادر يستمر في هذه المعركة مع هؤلاء السفهاء ترجمة نانسي قنقر